السلام عليكم معكم الجوهرة او مسكندي او كرافتي فرؤال كيف حالكم؟ شريكم شكل طاولة الحوصة صح؟ كده شكل طاولتي كي او ما اضفها اشلكل هالحوصة علشان عشان ابدأ اصور الدروس طبعا اليوم مو بدرس اليوم حباتكم احطة يعني اسوي كده مفاجأة بسيطة بداية اقوام ما ابدأ هالي مفاجأة حبه اشكركم بجد بجد حبه اشكركم عادة المدونة دعمكم القناة دعمكم الفيديوهات تعليقاتكم في استجرام يعني جد بجد شاكرا لكم حتى ليومين جس ادور سبب خليني اصور هذا الفيديو لسه ملاقيح حتى يعني قلت ما ادري الان ملاقيح سبب صراحة يعني انا احبكم باختصار كده يعني درجة اذا طلعت السوق اقول شو ممكن اعطي اصدقاء المدونة يعني جد بجد شاكرا لكم جميعا فانا حبيت اصوي مفاجأة بسيطة يعني ومفاجأة هو شي عادي لكن حب يكون شكر للجميع لكل اشخاص يعني اللي تابعوا المدونة اللي دعموها اللي علقوا في القناة اللي سووا لايك للقناة واللي شافوا التدوينات في الموقع اللي دعمونا في سلسل التعرفات حب اصوي لكم مفاجأة بسيطة وهي ترى ترى انتم تسجل فيها وباذن الله راح اصوي سحب حتى عندما تنتهي سلسلة جد جد حامل داميس المفضل لديك اول ما تنتهي تقريبا بعد اسبوعين راح اصوي السحب راح يكون السحب راح تحصل راح تحصل على كتاب لتعلم مبادئ الخياطة في 14 مشروع في هذا الكتاب جميعها سهلة جميعها لذيذة جدا جدا لذيذة فيها اساسيات خياطة جدا مهمة لأي شخص حبيب يتعلم الخياطة والصور جدا واضحة ولا تم تعرف انجليزي ايضا بوك مارك على شكل فيل حقيبة حقيبة تحطون فيها ايبركم تحطون فيها المكياج تحطون فيها اقلامكم مجموعة من الخيوط داخل الحقيبة بادس باك دفتر بابيس و ابر كتاب ابجد هوز فنان كتاب ابجد هوز فنان ناصر ناصر الله ترى انا احب ناصر ناصر الله اعماله جدا رائعة كتبه رائعة خاصة رحلة شمس لأسف ما قدر تجيب نسختين من رحلة شمس كانوا انتي ارسلها ما علينا نسخة من كتاب ابجد هوز فنان ناصر ناصر الله مجموعة من البرنس الخاصة فيه وايضا فلت باك مجموعة قصصات جوخ الوان مختلفة راح تفيد اي شخص حاب يشتغل بالجوخ ولا لقى الالوان اللي يحبها ولا لقى الالوان اللي يحتاجها او انه حاب يكبر مجموعة الجوخ الخاصة عنده هذه مجموعة الوان جوخ الاساسية تقرب الربع متر لكل قطعة راح تكون جميعها 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 هدية لشخص محظوظ يرد على هذا المقطع ويكتب لديك ويكتب شكرا شخص واحد محظوظ راح يحصل على هذه المجموعة كلين انتم تحتاجون انكم تكتبون رد في القناة في هذا المقطع قصدي طبعا لما اسوي سحب راح يكون يعني بسوي سحب واصوره عشان كل شخص يشوف كيف السحب طبعا اذا ما رد علي الشخص الفائز او من يعني اذا مر يومين ولا رد علي راح اسحب شخص ثاني رجاء الله حديث عنه وكونوا متأكدين انك مثلا صرت ما ترد على اليوتيوب حط تويتر حسابك في تويتر او حسابك في انستجرام حتى اقدر ادخل او حتى ايمالك لو انك تبغى تكون حريص وشكرا جزيلا لا تنسوا تردون على هذا المقطع وايضا تنشرونه اصدقائكم سووا لايك وان شاء الله اشوفوا الفائز بعد اسبوعين